هذا مثل المسيح اتكلم يعني مثل ما منشوف في أي حدعش وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا إنه مثل خلينا نعود لكلام يسوع المسيح فإذن مثل ما ذكرت إنه المسلم يهاجم بدون أن يبحث أو حتى يسأل المسحيين وهذا منشوف الملايين اللي بتدخل على السوشيال ميديا بيرددوا نفس الآيات نفس الذكر بدون مش عاوز يتعب نفسه مش عاوز دقيقتان يقرأ وحتى يفهم ويدرك معنى الآية وأهميتها إنه حتى يرجع ويتوب إلى الله فقرأت القصة والقصة واضحة جدا فخلينا ندرك بعض الحقائق في هذا الموضوع أولا أحبائي هذا مثل المسيح اتكلم يعني مثل ما منشوف في أي حدعش وإذ كانوا يسمعون هذا عاد فقال مثلا إنه مثل والمسيح إحنا بنعرف في تعليمه اتكلم وعلم بأمثال كثيرة مجرد إنك تقرأ العهد الجديد توصل إلى هذا الاستنتاج شيء تاني صياق الحديث مكتوب أحباء الآيل بعدها لأنه كان قريبا من أورشاليم أريحة طبعا قريبة من أورشاليم صعودا إلى أورشاليم اقتربوا من أورشاليم ولحظ الآية اللي بعدها وكانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد أن يظهر في الحال يعني بكلمات أخرى كانوا يظنون أن ملكوت الله عتيد يعني أن يظهر لحظ الكلمات في الحال في الحال يعني بوجود يسوع المسيح على الأرض كيف ولا رأوا المسيح يفتح عيون العمي يشبع الآلاف من خمسة أرغفة وسمكتين يهدئ الطبيعة العواصف له سلطان على الشياطين له سلطان على الطبيعة له سلطان على المرض له سلطان أن يطهر البرز وله سلطان أن يغفر الخطيئة وله سلطان أن يخلق فهذا رأوه بأم عيونهم فقالوا خلاص طالما أنه عنده هذه القوة فإذا آمنوا بملكوت المسيح أي أن المسيح الملك سوف يذهب إلى أورشاليم بحسب فكرهم يطيح بالإمبراطورية الرومانية ويؤسس مملكته على الأرض وأنه سوف يملك ويحكم من أورشاليم مع أنه قبل هذا سألوا الفرسيين المتدينين رجال الدين اليهود متى يأتي الملكوت فهو الذي أجاب وقال لا يأتي ملكوت الله بمراقبة ها إن ملكوت الله داخلكم يعني في وسطكم يعني وجود الملك وتتويج الملك يسوع هذا هو الملكوت وعلى طول أحبائي بعد هذه الحادثة بعديها منقرأ عن دخول المسيح إلى أورشاليم كملك من بيت فاجي من بيت عنيا وطبعا تتميم لنبوة النبي زكريا إصحاح 9 والآية 9 هو ذا ملكك يأتيك عادلا وديعا راكب حمار يعني مش جاي بالسيف ولا بالحرب كما فعل المكابيين 150 سنة قبل هذا التاريخ فالمسيح وديع الذي قال تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم فإذن ظنوا إن يسوع المسيح ذاهب إلى أورشاليم ليطيح بالإمبراطورية الرومانية شيء ثالث مرة تانية دعونا نفهم إن المسيح عم بيوضح مثل وبيسرد مثل كامل أحبائي وهذا المثل اللي سردوا يسوع المسيح لإعلان حقيقة مهمة في غاية الأهمية هذه الحقيقة هي حقيقة لهتية مهمة إن يسوع أحبائي هو المخلص هو الله الظاهر بالجسد ويتكلم عن نفسه أنه الديان بحسب صياق الحديث وأنه صاعد إلى السماء وصوف يرجع ثانية ليحاسب إنها الحقيقة أي أنه إن لم تقبل الآن المسيح كمخلص وتؤمن به فلابد أن تواجهه كديان عند عودته ثانية عند عودته ثانية فإذن هذا المثل مهم جدا حتى يوضح حقيقة لهتية مهمة جدا موسيقى